طب دكتور عبداللطيف عايز اروح معك ليه الاطفال طبعا الامهات كلها يعني دلوقتي ايديها على قلبها والمدرس راجعة صحيح واحنا قصم في الشتاة الولاد بتبقى عيانة طول الشتاة من غير حاجة انا حاولك على حاجة هو ما يسري على الاطفال او على الكبار يسري على الاطفال وان كان طبعا عارفك هتقول ليه انت واشتاز اللي جايين مجاهزين اسلحتكم وستنكم النهاردة سنينها لا انا كنت عايزة اسأل سؤال بس بعد سؤال هديبة طبعا مش نقصين لي يمضي القوانين القوانين كده مش يبقى في الشغل وفي البيت ها دكتور ايو طبعا فقصد اقولك ما يسري على الكبار يسري على الاطفال ولكن هتقول لي صعب الكمامة لتحت تلس سنين صعب الكمامة تلس سنين طيب صعب التطعيم ما بيتخدش قال لي من 11 سنة في بعض الدول و16 في بعض الدول و18 يمكن عدنا طب اعمل ايه لا فيه تطعيم وصعب الكمامة يبقى تخدي بالك من طفلك ما فيش حال الا التباعد ما يطلعش في الزحمة ما يروحش الزحام لازم فيه متر ومترين والحمد لله المدارس كلها عندها تعليمات بالتباعد والفترة اللي بينها وبين الناس ويعمل الديسك ازاي ونظف الديسك ازاي عندهم الحاجة الجميلة اللي ربنا يعني انا عمانينا بيها ان كوفيد التبعات بتاعته او الفايد الفيكس بتاعته على الاطفال اقل قليلا مش قليلا حتى دلتا حتى دلتا حتى دلتا بس ما انت بحاجميني حاجات علمية مش عايز ادخل فيها شوية لكن دلتا اكثر قدرة على اصابة الاطفال ومع هذا نسبيا اقل كثيرا من الاضر يعني اه بيصيب الاطفال لكن برضو اقل كثيرا من نسبة اصابته او قدرته على اصابة الكمامة لكن اكتر من السلالات التانية عظيم